اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تحقيق مملكة البحرين لمؤشرات ايجابية ومميزة في تقرير مجموعة البنك الدولي يؤكد على ان مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق اهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا الى ان تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الاكثر تحسنا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة انشطة الاعمال من اصل 190 دولة وتبوءها المركز الثاني عربيا في هذا المؤشر الدولي هو افضل تصنيف حققته المملكة وقال معاليه ان البحرين استطاعت من خلال عملها بشكل جماعي والطموح الكبير الذي اظهره فريق البحرين من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية استطاعت تحقيق هذا الانجاز الجديد بحضور شخصيات قيادية ورائدة في المملكة نظمت بطاقة امتياز فورهير حفلة ومؤتمر رائدات في نهضة البحرين والذي تم خلاله تكريم الرائدات البحرينيات التي قدمنا اسهامات مميزة في نهضة مملكة البحرين مع تسليط الضوء على الانجازات التي قامت بها المرأة البحرينية على الصعيد المحلي والاقليمي المزيد من التفاصيل في سياق التقرير للزاملة خولة لغرينيس حقب تاريخية مختلفة كان للمرأة البحرينية بصمة واضحة فيها حيث كان لها دور في تشكيل الذاكرة البحرينية وبناء الهوية الوطنية حتى يومنا هذا وتولت الفعالية التي نظمتها شركة البحرين للتسهيلات التجارية تسليط الضوء على أبرز نساء البحرين المتميزات في مختلف القطاعات نجتمع بمجموعة رائعة من الرائدات في مختلف المجالات سعيدين بالتواصل مع شركة تسهيلات البحرين لخلق هذه المساحة للتعرف على قصص نجاح كثيرة من سيدات بارزات في المجتمع البحريني برنامج نهضة البحرين هو تكريم لدور سيدات من البحرين لهم دور ولهم عطاء ومثلوا في فترة قدوة للجيل اللي احنا تربينا فيه فتعلمنا الكثير منهم وأعتقد أن المرأة جديرة بهذا التكريم في ضمن إطار المنتج اللي احنا نقدمه للسوق هو منتج بطاقة امتياز اللي احنا نركز فيه على عدة أهداف لها علاقة بالمجتمع طبعاً لهو احنا اليوم نتخطى الأهداف التجارية والمالية بالتركيز على تسليط الضوء على الرائدات في البحرين اللي قاموا بدور كبير في نهضة البحرين في شتى المجالات حفل ومؤتمر رائدات في نهضة البحرين جاء ليقدر ويكرم الرائدات البحرينيات في شتى المجالات والتي قدمنا الغالي والنفيس لأجل رفعة البحرين وتطورها ضاربين أروع الأمثلة في إمكانيات المرأة اليوم سعيدة جداً أن أكون جزء من هذه الفعالية وهذه الاحتفالية وهذا المؤتمر صراحة من منطلق المسؤولية الاجتماعية لأي قطاع خاص للشركات التجارية أنها أيضاً يكون لها دور في تكريم من قدم ومن عمل للوطن وهذه شيء جميل ولفت جميل 25 رائدة في مختلف القطاعات يعني شفنا كيف أن السيدات البحرينية توصلوا كيف بدعم أهليهم بدعم القيادة بدعم بعض الشركات أيضاً في جميع المجالات أثبتت المرأة البحرينية أنها قد المهمة ابتدوا قبلنا هم مهدونا الدرب لذلك أنا جداً سعيدة أني أنا قاعدة أتشوف مسيرتهم وأنهم يكرمونهم وأن يكون جزء اليوم من هذا الحفل نعم المرأة البحرينية والعمل على تمكينها لرفع سقف إنجازاتها أحد أهم أبرز أهداف شركة البحرين للتسهيلات التجارية والتي نظمت هذه الفعالية لإيمانها المطلق بالدور الفاعل للمرأة في مملكة البحرين وذلك بفضل الدعم الذي تحصل عليه من كل الجهات تكريم الرائدات اللواتي سهمنا في ناظة البحرين من قبل شركة البحرين للتسهيلات التجارية ليؤكد على تقدير القطاع الخاص لشخصيات ضربة أرواع الأمثلة في الإبداع والعطاء بمختلف المجالات حول اللي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ونتبع الآن سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.08% بإقفال عند مستوى 1526 نقطة وشهدت تداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و305 ألاف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 700 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الاستثمار أما بنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نتابع مشاهدين على شاشة أغلقت معظمها باللون الأخضر على ارتفاع السوق المالية السعودية أقفلت عند مستوى 7913 نقطة بارتفاع بالنسبة 0.33% بدعم من تقدم قطاع الخدمات الاستهلاكية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت عند مستوى 6284 نقطة بارتفاع طفيف بالنسبة 0.03% بدعم من تقدم لقطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت عند مستوى 5163 نقطة بارتفاع بنسبة 0.22% وذلك بسبب تقدم ارتفاع السهم قطاع الطاقة بشكل رئيسي سوق دبي المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.14% وأقفلت عند مستوى 2784 نقطة وذلك بسبب ارتفاع لقطاع السلع الاستهلاكية أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على تراجع عند مستوى 3989 نقطة أو بتراجع بنسبة 0.17% وجاء على رأس الهبوط مؤشر قطاع الخدمات السلعكية بدأت المملكة العربية السعودية فعليا في الاستعدادات الجدية لأهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي والذي يمكنه أن يغير شكل الاقتصاد في العالم وهو الطرح العام والأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة وفقا لوكلة بلومبرغ الأمريكية ونقلت الوكلة عن مسؤولين قولهم إن السعودية قررت أن تستبق الطرح الأول لأرامكو بطرح صكوك وسندات إسلامية ستصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار بهدف زيادة الرواج قبل الطرح المخطط له لأرامكو ومن المقرر أن تدير شركات جي بي مورغين وستاندرد شاترد عمليات بيع الصكوك التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم من أجل تحقيق نقلة نوعية في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات وأوضح الرئيس المصري الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية أن دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية يستند إلى ثلاثة ركائز هي الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق العدلة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة في أجندة الفين وثلاثة وستين وأهداف التنمية المستدامة الدولية الفين وثلاثين من جنبه أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن الروسيا تريد أن تضاعف مبادلات التجارية مع أفريقيا كحد أدنى في السنوات الخمسة المقبلة مضيفا أن قيمة الصادرات الروسية تبلغ 25 مليار دولار من المواد الغذائية وهو أكثر مما يصدرونه من الأسلحة والتي تشكل 15 مليار دولار نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل وكالة فيتش تعلن أن عملة لبرا غير مقبولة إلى أن يتم تنظيمها وربطها بالبنوك الكبرى وفيسبوك ترد لطمأنة المشككين بجدوى عملتها أعلنت وزارة المال الفرنسية أن الحكومة تتراجعت عن هدفها باستقبال 100 مليون زائر أجنبي في العام 2020 وذلك بسبب الآثار الناجمة عن أشهر من احتجاجات صفرات أو سترات صفراء المناهضة للحكومة والخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقالت الوزارة في وثيقة متعلقة بالموازنة إن فرنسا لا تزال تسعى إلى استقبال 100 مليون زائر أجنبي وأنه رغم ذلك تم التراجع عن الهدف استنادا إلى الظروف الرهنة حتى العام 2022 ولا تزال فرنسا تتصدر الوجهات السياحية في العالم إذ زارها نحو 89 مليون شخص خلال العام الفائت صنف البنك الدولي الصين والهند في قائمة تضم عشر حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهول مزاولة الأعمال في بلدانها وعلى الرغم من نزاع تجاري حاد تطالبه في إطار الولايات المتحدة بكين بمزيد من إجراءات الحماية الملكية الفكرية وفتح الاقتصاد أمام الشركات الأمريكية بقية الصين في قائمة الدول العشر للسنة الثانية على التوالي ونتابع الآن أبرز المشارات لأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قالت وكلة فيتش للتصنيفات الاعتمانية إنها لا ترى العملات المشفرة المدعومة بالاحتياطيات مثل عملة فيسبوك الرقمية ليبرا مقبولة من قبل الحكومات والجهات التنظيمية إلى أن يتم تنظيمها وربطها بالبنوك الكبرى وتزامنة الضغوط التي تتعرض لها فيسبوك من قبل دول وحكومات عالمية لمنعها من إطلاق عملتها الرقمية مع تخارج شركاء أساسيين في اتحاد ليبرا مثل شركتي فيزا وماستركار مما يحرم العملة المستقبلية من خبراء تنظيم المدفوعات ومكافحة الاحتكار وأضافت فيتش أنه من المحتمل أن تتعرض ليبرا للكثير من المنافسة والقيود في حال تم العمل بها من جانبه قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بأن العملة الرقمية المخططة إطلاقها ليبرا هي بمثابة مشروع محفوف بالمخاضر لكنه سعى إلى طمأنة المشرعين الأمريكيين المشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالي العالمي أمام مزيد من الناس وأوضح مارك زوكربرغ أن فيسبوك تسر على الموافقة التنظيمية للولايات المتحدة قبل إطلاق ليبرا مضيفا أن الشركة ستترك جمعية ليبرا إذا سعت شركات أخرى إلى إطلاق العملة من دون الموافقة التنظيمية ترجمة نانسي قنقر